الجزء الثاني مارس الكولر مدير الفني للنادي الاهلي انا بصراحة بعدتي قصق في النادي الاهلي انا وغيلي كلنا نصق في النادي الاهلي النادي العظيم ده الكبير ده اللي حقق كل البطولات دي نصق في النادي الاهلي طبيعي حديه على جنب بس اللي بخليلي يوصق زيادة ان مارس الكولر مدرب جامد جدا يا جماعة بصراحة جامد جدا ويتعامل مع كل الظروف وكل الاحداث بشكل زكي جدا ومع كل المنافسين بطرق رائعة جدا واقف عند جزئية مهمة جدا انه النادي الاهلي تحسنه كثيرا دفاعيا من بعد مباراة ساند اونز اللي كانت بخماسية في دول المجموعات كثيرا جدا دفاع النادي الاهلي بقى صلب جدا ولما بتكلم عن دفاع النادي الاهلي ما بتحدث عن الارباع اللي في الدفاع لأ تحدث عن منظومة الدفاع في النادي الاهلي تحسنت كثيرا مع مرس الكولر فعارف انه الاهلي ان شاء الله على الاقل مش هيخش فيه اهداف باذن الله في مباراة الكهارة مباراة او نفس المباراة مباراة الكهارة هجوميا الاهلي ايضا تحسنة كثيرا بفوقان بيرستاو بفوقان حسين الشحات طبعا كهرباء الادوار اللي بيعملها حمدي فتحي وحمدي قريب جدا من المشاركة في المباراة بالمناسبة عشان معظم الناس النهاردة يتحدثوا عن عمر السولية وان عمر السولية هو اللي هيلعب والد ان عمر السولية يلعب ولو لعب عمر السولية ايضا اصق فيه جدا يعني بخبراته العظيمة والكبيرة وموهبة مش طبعية طبعا في وسط الملعب سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر بس الاهلي تحسنة كثيرا على المستوى الدفاع وعلى المستوى الهجومي واي لعيبة بكرة هتلعب ان شاء الله هتبقى الامور رائعة وجيدة ونخرج من مباراة الزهاب بنتيجة تخلينا مرتاحين قبل مباراة العودة هتقول لي ايه نتيجة تخلينا مرتاحين اتنين سفر وانت طالع دي تخليك الى حد كبير مرتاح مفيش حسب بس تخليك الى حد كبير مرتاح طيب الاهلي بكرة تأخر في تسجيل هدف دخل في مرمى هدف انا بنصح او ما بحبش كلمة هنصح دي بس بطلب من جماهير النادي الاهلي اللي في المدرجات تبقى متحمسة وبتشجع طول الوقت مهما كان اللي بيحصل في ارض الملعب سلبي او ايابي ليه المباراة النهائية اللي بيبقى فيها زهاب وعودة هي شوتين خسرت شوت ما عملتش في الشوت الاول اللي انت عايزه في شوت تاني في المغرب في شوت تاني في المغرب ان شاء الله الامور تبقى ميسرة للنادي الاهلي وبكرة نفرح كلنا مع النادي الاهلي بكرة بالليل نطلع هنا ونقول ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يعني قطع جزء كبير في الوصول لكأس هذه البطولة قبل مباراة العود